معي هنا في الستوديو الخبيل العسكري والاستراتيجي العميد خالد نسي مساء خير أهلا بك معنا سيادة العميد طبعا تبعنا موضوع القتل تخسر ميليشيا الحوثي من أقوى أركان هذه الميليشيا ضربة قاصمة جدا لهذه الميليشيا المدعومة بالإيران رقم اثنين يعتبر هو كقائمة للمطلوبين الإرهابيين على الأرض عسكريا بالقتال كيف سيؤثر عدم وجوده لنبدأ بالجبهة الساحل اليوم طبعا معروف بالنسبة لصالح الصمات هو مثلا زعيم سياسي لكن ميول عسكرية وهو طبعا من الزعامات الصفة الأول في الجماعة الحوثي هو طبعا ليس من أسرة عبد الملك الحوثي ولكن هو من أبناء القبائل وكان قسر التواصل ما بين الهاشمين والقبائل في أطار هذه الجماعة فلعب دور حتى في تنسيق العلاقة ما بين القبائل والهاشمين وله دور كبير في كسب وله كثير من أبناء القبائل يعني وكسب ولهم لهذا الجماعة أيضا له دور كبير في تحشيد أبناء القبائل وتقيشهم يعني بحيث لن يكون رافض للجبهات فهو كان من أكثر القادات الحوثي الذي يتحرك في الجبهات عندما تتعرض أي جبهة مثلا لأي ضغوطات أو إنكسارة من قبل الحوثيين هو أول من زعامة الحوثي الذي يبادل هذا الجبهة ويتواقف فيها ويحاول يرفع من معنويات هذه الجبهة بحيث أنها تكون تتماسك بحيث أنها توقف أو تتماسك فيما بينها فهو يتواصل دائما هو تقريبا من أفضل القيادات الحوثية الذي يتواقد دائما بقانب المقاتلين يتواقد في الجبهات يرفع المعنويات يجيش كثير من أبنها القابل بحكم علاقتها بكثير من المشايخ فهو بالتأكيد يعني يعتبر اغتيالها ضربها قوية وقاسمة بالنسبة للجماع العوثي ومع قادمة الأيام سوف يلاحظ الفراغ الذي تركه صالح صماتها بس مش كأداء عسكري على الأرض أكثر ما هو كمقاتل يعني هو يعني الكثير قتله للمقاتل الحوثي سيادة العميد بالتأكيد هو يعني لأنه تقريبا من بداية الصراع الجماع الحوثي مع الدولة من 2004 وهو دائما يتواقد في الجبهات هو يعني بدرجة أساسية هو مقاتل في الجبهات ومتمرس في القتال فعلاقتها دائما أولا أنه مثلا وصل إلى منصب سياسي رئيس المقلس السياسي لكنه يعني عنده ميولة أسكرية أكثر منها سياسية فيتواقد دائما باستمرار مع المقاتلين وأقرب يعني قائد سياسي المقاتلين هو يقاتل معهم يقاتل معهم أو حتى يشرف يعني بكثير من الجاند يعني حتى الرمزية وجودة في الجبهات في جانب العسكري لها دلالتها صحيح لهذا أقود أثر يعني يرفع من معنوية المقاتل على أمس القبهات فحنا لاحظا أنه في الأيام الأخيرة قفت الساعة القربي وخاصة الحديد تعرضت للضغط وانكسارت مقبل الحوثيين فهو يعني بتكلف من عبد الملك الحوثي نزر الحديد من أجل يحاول أنه كيف تتماسك هذا القبهة وكيف يعززها بكثير من أبناء القبائل بحيث أنه يكونوا مثلا يعني رافض لهذه القبهة طيب الخبراء الدوليين قالوا بأنه مصرع الصمات سيكون هو بداية نهاية الحوثيين توافق مع هذا كيف سيكون عسكريا على الأرض نهاية الحوثيين بعد قتل الصمات والوصول إليه وشخص بهذه الأهمية كيف سيؤثر في المعارك من جديد في المعنويات في الأداء طبعا بالنسبة للقيادات بشكل عام هم عندهم أصبحت الاستراتيجية مقبل التحالف هو استهداف القيادات سواء سياسية أو أسكرية متى ما صنحت الفرصة للتعامل معهم واستهدافهم الآن هذه استراتيجية متبقى مقبل التحالف ولللاحظ مثلا حتى من بداية العام هذا تقريبا منذ ثلاث شهر تم استهداف كثير من القيادات الآن أصبحت القيادات الأسكري والسياسية مرصودة من الحوثيين صعب أن تتحرك جبهة الساحة القربي عندنا جبهة مفتوحة يعني بحيث أنه يسهل رصدهم أيضا يسهل التعامل معهم واستهدافهم لأنه أرض مفتوحة لا تساعدهم بالمناورة وبعدين ضربات الطيران تكون أكثر تأثيرا في الأرض المفتوحة فبالتالي هم أمام خيارات صعبة صعب أنه مثلا يخاطر خاصة بعد الضربة التي تعرضها صعب كثير من قيادات الآن تحكم عن الحركة في الجبهة وبالتالي الجبهة إذا لم تتواجد القيادات سوف تنهار أمام خيارات صعبة أنه حتى لو يتحرك وغامر أنه يتحرك من أجل يعزل جبهة هو مرصود والمعلومات متوفرة من جانب الاستخباراتي مقبل التحالف يعني جانب في الجانب الاستخباراتي واستقلوا أكثر بعد انشغاق الحليفهم السابق على عبدالي الصالح وكثير من القيادات التي كانت مولئة على عبدالي الصالح حسنا على الجانب الاستخباراتي الأسكري وكانت تعمل مع جانب الحوثين تقريبا لمدة أكثر من ثلاث سنوات سربوا معلومات هامة في هذا الجانب ساعدت التحالف أنه يوصل هذه القيادة فأصبحت القيادات هذه مرصودة حركتها صعبة وبالتالي سوف يأثر هذا على القبهات وخاصة الرهن على قبهة الساعة الغربي يربما تأخذ وقت لكن مع قادم الأيام سوف نلاحظ أنه هناك فيه انكسارات من قبل الحوثين فيه انصارات أيضا من قبل القوات المدعومة من التحالف خاصة الإمارة على القبهات الساعة الغربي فيه جانب أيضا موضوع القبائل كيف سيؤثر قتله على القبائل؟ اللي كان طبعا هو التنسيق الأكبر معهم واللي بنهيه لهم دور صحيح هو لأنه هو أصلا من أبناء القبائل وله علاقات قوية على المشايق وكانت مهمته أنه كيف يكون همزة الوصل ما بين الجماعة المتطرفة وأبناء القبائل هو له دور كبير في التقيش كثير من أبناء القبائل حتى الذي مثلا خليفته هذا مهدي المشاط هو أيضا من أبناء القبائل لكن يختلف عن صالح الصمد لأنه شخص منقلق شخص متطرف يعني مع احترم لهذه الكلمة ولكن الشخص وقع لا يحترم المشايق ولا يقدرهم وبالتالي لن يكون في مستوى صالح الصمد على ما كرع صالح الصمد فبالتأكيد والأيام سوف تثبت الأيام القريبة سوف تثبت أنه هذه التغييرات اللي حصل بعد صالح الصمد لا يمكن أن تكون في مستوى صالح الصمد ولا يمكن يكون له تأثير على مستوى القبائل وكثير من أبناء القبائل سوف تحكم عن التواصل أو دعم هذه القماعة بالمقاتلين فبالتأكيد أنه رحيل أو قطع هذا القائد المتطرف الحوثي فعلا سوف يأثر عليهم وخاص فيما يتعلق بعلاقتهم بالقبائل بشكل ملحوظ مع قادم الأيام أنا أشكرك جزيلا على وجودك معنا هنا في الستوديو سيادة العميد خالد النسي الخبيل العسكري والاستراتيجي شكرا